فعلا قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس جامعة طريبات اليوم نظيم واحدة ندوة صحفية لتنوير الرأي العام حول المجرعيات ما وقع في دورة ماي 2023 وما صحبها من سياقين سياسي نحن في تقدير دينا كان متشنج نتيجة تضافر واحدة المجموعة دي الوقائع أهمها هي استمرار هذا الخلاف الكبير جدا بين أعضاء الأغلبية المشكلة للمجلس بل بين أعضاء نفس الفريق الأغلبي الذي يطر أسلحان الجامعة دي الريبات ثم كذلك لاحظنا بأنه كان عندنا واحدة المجموعة دي الخلافات التي ظهرت على العلن ما بين مؤسستين ما بين الجامعة ما بين المقاطعة والتأثير ديها كان على توقف دي الواحدة المجموعة دي الخدمات دي القرب في حسن شفنا المنع دي الواحدة المجموعة دي المواطنين من الولوج إلى الملاعب دي القرب شفنا كذلك الإقفال دي الواحدة الدار دي التقافة اللي كانت عندنا في حسن في حي الموحيط ثم كذلك مجموعة دي الإشكاليات اللي كانت قبرات ثم لاحظنا كذلك بأنه كانت توترات كبيرة جدا مع الفاعل الاقتصادي خاصة المجال دي الارباب المقاهي والتاكسيات اللي هدوفوا واحد الوقت من الوقت بواحد الإجراء دي الإدراب عنه طب يتحل هذا نتيجة قرارات الانفرادية وبطبيعة حال تغييب دي المقاربة التشاركي اللي كانت كانت تمتاز بها المجلس السابق ثم كان عندنا واحد الإكرهات كبيرة جدا سي المجتمعي كان مودد في الجامعة دي الارباب نتيجة هذه التجليات دي التجادب اللي كان ما بين السيد الرئيسة وما بين المبتلين دي المضافين وهذه فرصة باش كان قوله السيد الرئيسة السيد الرئيسة لا بد من تفضيل هذه المقاربة التشاركية وخصك تعيطي على النقابات الأكثر تمتيلية في الجامعة باش نحافظوا على السيد المجتمعي وتكون الأجواء دي الاشتغال مساعدة احنا كانت كنموا على عاصمات المملكة ممكنش نخليوا هاتش النوجات كل هات السمر وكنخليوا الأمم كلا إلا تزيد الأمام ثم لاحظنا هاد العودة دي للصابق طب يتحال فريق العدالة والتنمية إسواتان بباقي المواطنين توكي يتفاجئ بهاد العودة دي للصابق ما كانت في واحدة مقاربة إخبارية وتشاركية وحنا كان نرفضوها هاد العودة دي للصابق لاش؟ لأنه كانت في ضيجة واحد الحكم القضائي وطب يتحال يجب احترام هاد الحكم القضائي في ضد هذه الأجواء كاملة مرت الضرة دي المي قبل منا فريق العدالة والتنمية صدر مجموعة دي البيانات إخبارية منهم القضية دي اللجوء دياله إلى القضاء لرفضه لتغيير دي المقرارين 11 و33 من القانون الداخلي لأنه هو طب يتحال كيرفض تسقيف دي الاسئلة الكتابية وترفض هاد القضي دي تلجيم دي الحرية التعبير من داخل المؤسسات ثم في أثناء الدورة لاحظنا بأنه مرت أكتر من ساعة الفريق العدالة والتنمية كان بطبيعة في توقيت اليوم ومعلن عليه بنسبة للدورة انتظر كتر من ساعة وتبيلوا بأن النصاب ممكن لش يكون إلا من أمور هاد الساعة بطبيعة هل هذا ما يؤثر على الوقت الخاص للدورة هاتبقى ساعتين غيمكننا نتكلموا فيها في 16 نقطة لاحظوا في الدورة في الندوة دي اليوم فقط نقطة واحدة رفستنا فيها في كسر من ساعة الرباط العاصمة دي المملكة تحتاجوا إلى نقاش سياسي حقيقي بايدا على الأسليب البلطجة بايدا على الصراخ وذلك الشي اللي شفناه البارح في الدورة يندله الجنيب الجبين وما كيشرف شي الفرقاء السياسيين وما كيشرف شي الجماعة اللي كتمثل العاصمة دي المملكة فهذا الإطار هذا الفريق دي الأدالة والتنمية قرر طبي تحل بش ما يتخلاشي على الساكنة وما يتخلاش على دور دي المعارضة قرر بش نور رأي العام الوطني والمحلي حول هذه النوقات ولي هاد الأمور اللي كتب لهم وخليفة القانون هاد الشي اللي فصلنا فيه اليوم في الدورة ثم هاد الأكدوبات و هاد الإشاءات و هاد المغالطات اللي حاولوا يمرهم بعد زملاء دينا في المكتب المسيير طب يتحال حنا جبناهم بالأرقام ولي بغير جع التفاصيل دي هذا الموضوع مل ممكن إما يرجع اللايف إما واحدة مجموعة دي الموضوع اللي غادي نمتوب بيهم الموقع دينا اللي غادي نمتوب بيهم الموضوع اللي غادي نمتوب بيهم الموضوع